بمعدل زيادة يصل لأكثر من 10% ارتفاع خطير بمعدلات الحوادث المرورية بحسب إحصائيات الجهاز المركزي لعام 2018 عن عام 2017 والأسباب تنوعت بين مخالفات لقواعد السير ورداءة الطرق المعظم الحوادث التي تسجل لدينا وبكثرة هي بسبب أخطاء يرتكبها سائق المركبة بسبب مخالفات وتنتج نتيجة ذلك الحوادث المرورية والتي تسجل لدينا بزياد مستمر هذه الحوادث نتيجة جهل سائق المركبة بالقوانين الخاصة بالطريق والأمور الأخرى التي ترتبط بقيادة المركبة أثناء استخدام سائق المركبة للطريق يعني لا يوجد استجابة سريعة فورية أو آنية لمعالجة أحد التخصفات أو الطرق التي تحتاج إلى إدامة فبالتالي المخاطبات الرسمية تبقى هي العائق الكتابنا وكتابكم لا زالت لحد الآن هذه ولكن معظم الطرق التي تحتاج إلى صيانة فعلية تمت صيانتها ونحتاج إلى بقية الطرق الأخرى التي تمت مفاتحة الجهات المعنية وننتظر إن شاء الله المباشرة بتنفيذ صيانة هذه الطرق على مقربة من مداخل العاصمة الرئيسية زحام مستمر على مدار الساعة والسبب تهالك الطريق المؤدي إلى نقاط التفتيش وتوقف عجلات الحمل لساعات وأيام مع حمولة مخالفة للطاقة التصميمية للطرق نحن أنشأنا محطات وزن بس تحدنا أن ما تم تفعيل محطات الوزن لعدة أسباب منهم صعوبة التطبيق القانون وعدم التزام للسائقين بالتعليمات قامت ما يسمى بالشنابر أو قامت المطاعم اللي سير تكون كلش قريبة من الشارع والنتيجة أنه راح يسبب إلى أضرار بالإضافة إلى توقف السيارات اللي راح يصير بقرب هذه الملحقات اللي يسواها بالشارع فهذا السبب كلها أضرار بالشارع للنفس النقطة المهمة أيضا هي الحفاظ على أثاث الطريق مثلا الطرق السريعة توقف محطات الوزن ونقص في أثاث الطرق وتجاوزات على المقتربات كل هذه المشاكل ساهمت بتدهور شبكة الطرق في البلاد بالإضافة لضعف تطبيق القانون بحسب مختصين لبرنامج حديث بغداد محي الأنصاري أم بي سي حراب